ترجمة نانسي قنقر الطبيعة والشعوب النهاردة هنبدأ بمصر من رؤية مختلفة وزاوية مختلفة تحت عنوان مصر الإنسان حكاية الإنسان والمكان في الحقيقة بتنظم الفعالية وحدة مكتب الخرائط أو خدمات الخرائط بالتعاون مع قسم التسويق والفعاليات بكتاع المكتبات بنبدأ الفعالية بعبارة أو اكتباس عن أن السورة أصدق من ألف كلمة في الحقيقة هذا الاكتباس المأخوذ عن المصور الفوتغرافي الأمريكي فريدريك ريتشارد كان أظهر العمق أو قدرة الصورة على التعبير للمشاعر والمظاهر مختلفة مظاهر طبيعية أو بشرية بتتجلل علاقة بين الجغرافيا والتصيول الفوتغرافي بين في محاولات رسم الخرائط عموما يعني لما نرجع المنزل قدم لمحاولة أول رسم خريطة أو أقدم أو أدق محاولة لرسم أو تصور العالم كانت للعالم الشريف الإدريسي سنة 1154 ميلادية في الحقيقة تسمت المحاولة دي بصورة الأرض لتظهر وتبرز علاقة الصورة بالجغرافيا نبدأ فعالية اليوم بالكلمة الافتتاحية ويلكيها الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية فريد تفضل سهل خير عليكم جميعا طبعاً أبدأ كلمتي بأن أنا أرحب بحضراتكم جميعاً وأرحب بأستاذنا الكبير الدكتور فتحة بوعيانة يعني اللي بنتعلم منه يعني في كل الكتبات وكل اللقاءات وكل الأحوال وبحيي الدكتورة دينا وبحيي القائمين على شؤون الخرايط يعني في المكتبة وأنا أصريت أن أنا أحضر هذه الفعالية لهذا السبب يعني لأنه زي ما قال الأخ العزيز الخريطة هي اللي بتحدد معالم المكان وموضوع المكان نفسه في حد ذاته يعني من الموضوعات اللي بتحتل حالياً في العلوم الاجتماعية كلها ليس في الجغرافيا فقط وإنما في العلوم الاجتماعية بتحتل مكانة كبيرة جداً ويعني لابد أن نعمل تأملات كبيرة جداً للمكان وإنه المكان يعني لم يعد مكان بالمعنى المعروف في أنه بليس أو سبيس وإنما المكان كما يعرف في علم الاجتماعي الآن أو في العلوم الاجتماعية يعني كما أعرف هو علاقة ولا يمكن أن يفهم إلا أنه علاقة يعني المكان في حد ذاته كأرض أو كمساحة أو ك هو ليس له كيان وليس إلا عندما يدركه الإنسان وعندما يقيم فيه الإنسان علاقات معينة وعندما يستخدمه الإنسان ومن هنا أهمية الحديثة عن الكاميرا أو أهمية الحديثة عن الفوتوكرافيا أو التصوير وأنا في حدود معرفتي يعني فيه كلام كتبة في المجتمعات الغربية حول اختراع الكاميرا واختراع العلوم الاجتماعية وأنه كان فيه تقارب كبير جداً ما بين الظروف اللي اخترعت فيها الكاميرا والظروف اللي اخترعت فيها العلوم الاجتماعية وكأنه يعني إذا كان علماء العلوم الاجتماعية أكدوا على أن المجتمعات يعني لا تدرس إلا بالمشاهدة والملاحظة والتدقيق والطمحيص والتجريب فرمزية الكاميرا أنه أنت لا سبيل لك أنك أنت تجرب أو أنت يعني تفهم المجتمعات بصدق إلا بعين الكاميرا لأن عين الإنسان لا يمكن أن تأتي بكل التفاصيل الممكنة يعني ممكن أن تتركز على زاوية معينة من المكان وتهم للزاوية الأخرى وإنما عين الكاميرا بالتأكيد تأتي بكل التفاصيل وتأتي بكل فأصبحت حتى في التحولات التي حدثت بعد ذلك في العلوم الاجتماعية تحولت الكاميرا إلى أداة أساسية من أدوات جمع البيانات وأصبحنا الآن نتحدث عن ما يسمى بالعلوم المرقمنة العلوم الاجتماعية الرقمية ديجيتال سوسيولوجي ديجيتال أنفربولوجي ديجيتال جيوغرافي يعني لم تتعد العلوم الاجتماعية علوما يعني تستخدم فيها الأدوات التقليدية فقط وإنما أصبحت الأدوات التكنولوجية الحديثة يعني تستخدم كل مكوناتها وكل عناصرها على رأسيها طبعا الكاميرا في رجز العلاقة الأساسية التي تحصل بين الإنسان وبين المكان وطبعا على قدرة الإنسان على أن يحول المكان هي قدرته على صنع الحضارة فالمجتمعات التي صنعت حضارة كبيرة في التاريخ هي المجتمعات التي استطاع فيها الإنسان أن يحول المكان وأن يعني حتى في مصر يعني المصريون القدباء يعني في العصور الوسطى وفي العصور الحديثة لم يستطيعوا استغلال الأرض ولم يستطيعوا إلا من كلان ضبط المهر وكان الفلاسفة كثير من الفلاسفة كتبوا عن ما يسمى بالمجتمعات النهرية أو المجتمعات الهايدروليكية التي فيها هيدروليكس يعني فيها أنهار مثل مجتمعات في العراق وفي الهند وفي الصين وفي المصر وهذه المجتمعات يعني علاقة الإنسان بالنهر وعلاقته بتوظيم المياه وعلاقته بالقدرة على أن هو يخلق من هذا المكان مكانا للحضارة هو الذي جعل الحضارات الأولى تنبت في هذه الأماكن يعني في تاريخ البشرية كلها الحضارات نمت وتطورت على ضفاف الأنهار ويعني الحضارات الحديثة يعني غير حضارة أوروبا الحديثة التي هي أصلا مسيطرة الآن على مقدرات العالم بنيت على أساس حضارات قديمة أصلا ظهرت من خلال قدرة الإنسان على أنه يستغل المكان وقدرة الإنسان على أنه يحول المكان ومن هنا بتظهر الفكرة الأساسية أنه فيه نسبية في التعامل مع المكان وأنه البشر لم يتعاملوا مع المكان بنفس الطريقة وإنما اختلفوا من مكان إلى آخر الذي كان على ضفاف النهر تعامل مع النهر بطريقة معينة وكان عمريت ضفاف النهر مسألة قوية جدا أو يعني أساسية في بنية المجتمع ولكن الذين عاشوا بعيدا في السحراء كانت لهم عناقة بالمكان مختلفة وأنا لا أمير إلى السنائية التي أقامها ابن خلدون ما بين أهل الكن وأهل الزعم يعني أهل الذين يعيشون مستقرين في مكان معين والذين يزعمون في السحراء ويعني ينتشرون خلف الإبل وخلف الأغنام يعني ده مكان وهذا مكان وذاك مكان وده بيصنع حضارة وده بيصنع مجتمع بشكل معين فعلاقة الإنسان بالمكان بتتنوع بتتنوع ليس في إطار السنائية التي أقامها ابن خلدون ولا السنائية التي أقامها بعض الناس ما بين أهل الوادي وأهل الجبال أهل الوادي الذين يتبيضون بالرقة فوية تيند بيبل اللي هما تيند يعني اللي هما مستأنسين وبين سكان الجبال الذين يعني يطبقون عليهم الإنسلاند بيبل اللي هما فيهم عنف وفيهم غلزة أيضا علاقة بالمكان يعني علاقة المكان هي التي حتى كونت هذا السمت وهذه الوصمة لأفراد بعينهم أو لجماعات بعينها كل هذه السنيات لا معنى لها إنما المعنى الأعمق هو التنوع التنوع في المكان بيخلق تنوع في البشر وإحنا عندما نفهم البشر على أنهم يتنوعون في الأعراق وفي الديانات وفي الجوانب الإنسانية فالمكان أيضا بيتنوع والمكان هو الذي يخلق جانبا كبيرا من هذا التنوع وهم بثقافاتهم يخلقون جوانب كبيرة جدا من تنوع المكان فالأماكن متنوعة والبشر متنوعون ونحن نريد للبشرية أن هي تنمو على هذا التنوع ولكن للأسف الشديد التدقنات الشديدة في استغلال المكان بتخلق مشكلات كبيرة جدا بتجعل قضايا المناخ بتأتي بقى كل القضايا اللي احنا بنسمحها على هدر البيئة ويعني القضاء على ما في البيئة من توازن طبيعي وتوازن حاوي التدخلات الإنسان بتقضي أحيانا على المكان وإذا كنا نهتم بالمكان فنحن نبحث عن الأماكن التي تدخل على نفوسنا البهجة والسعادة وتجعل الإنسان قادر على أن هو يستغل المكان بطوء أنينا وقدرة على أنه يبقى المكان ده ملائم له وملائم للعيش النفسي المستقر أنا حاولت أن أرتاج المداخلة ولم أكن مفكر فيها هي كلها تفكيرات وأفكار وردت وترأت كده في اللحظة فربما لسعادتي بهذا الحدث وربما بسبب وجود أستاذنا الكبير الدكتور فاتحي وربما بسبب وجود حضراتكم أنا أشكركم وأتمنى أن يبقى هذا اللقاء لقاء مسمر ولقاء بناء في استحضار كل الذاكرة عن الأماكن الجميلة والأماكن المبهجة التي نتمنى أن نتواجد فيها في كل المجتمعات التي نطاقها شكرا جديلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله والآن مع كلمة الأستاذ علاء الباشا وكيل الاتحاد العالمي للفن الفوتوغرافي السلام عليكم شكرا جديلا للمبادرة الرائعة التي بدأت العام الماضي في فكرة دمج فن الفوتوغرافية في مشروع فني ضخم كبير يعد الآن من أكبر المشاريع الفوتوغرافية على مصطر مصر في البداية أحب أن أبدأ بمقولة دايماً أنا مؤمن بها عندما تتحدث الكاميرا ينصد الجميع لأن أهمية الصورة دلوقتي بقت من أهمية الحدث أصبحت الصورة هي أهم تقنية ووسيلة يقدر الإنسان يفكر من خلالها ويقدم بها المضمون ويقدم بها رؤيته بالنسبة للعالم أو بالنسبة للمجتمع بدأنا العام الماضي فكرة وكانت فكرة مميزة جداً أننا عملنا معرض عن أفريقيا وكان مشارك فيها عدد ضخم من الفنانين من دول عدة وليست من مصر فقط وكان من أنجح المعرض لما حبينا هذه السنة نبدأ نركز أكثر طبعاً أنا أستخدم مصطلحات تصوير نركز أكثر على فكرة مصر شارك معنا حوالي 82 فنان بتجربة كانت ضخمة حقيقة لأنها غطت كل نواحي مصر لما بدأنا نعمل عصف ذهني إحنا لو حبينا نتكلم عن مصر إحنا محتاجين إيه؟ في شوية نوتس معايا اتكلمنا لأننا محتاجين نغطي حياة الإنسان على المصادر المائية على الأنهار على البحار نغطي سحاري مصر نغطي الإنسان والعمل نغطي الحياة اليومية نغطي الحياة البرية بتنوعاتها المختلفة سواء طيور أو حيوانات أو نماتات أو أسماك أو حشرات نغطي بأنواعه نغطي التكنولوجيا والتطور يعني كان مصر عشان نبدأ نغطي فيها جميع النواحي عشان نقدم في النهاية concept أو مفهوم يعني إيه علاقة الإنسان والمكان أو حكاية الإنسان والمكان كان موضوع مجهد جدا لأنه مش مجرد معرض فوتوغرافي ولكن هو عبارة عن خريطة بتجمع مجموعة كبيرة من الفنانين بيقدموا فلسفة ورؤية عن مصر فطبعا الموضوع كان وقته بالنسبة للconcept دايق جدا بس فعلا فريق العمل للشغل على الموضوع من مكتبة سكندرية من قطاع الخرائط أو مكتبة الخرائط بالإضافة لنادي عدسة وتعاون طبعا الفنانين المشاركين كان على أكمل وجه لآخر اللحظة والله يشغلين وفعلا والناس متعاونة جدا فطبعا أنا حبيت بس أدي briefs وغير عن concept المعرض بتاعنا وإن شاء الله يعني يحوز أعجبكو ويمكن كمان أنا أتوقع يعني أنه أقوى بكتير من المعرض اللي كان العام الماضي لأن السنة دي هو بيخص بلدنا ويخص مصر وفي نفس الوقت بيقدم رؤية مختلفة تماما فإن شاء الله يحوز على أعجبكو بشكركم وبشكر كل القائمين على المعرض شكرا لكم والآن مع محضرة بعنوان مصر المكان والإنسان بلقيها الأستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة أستاذ الجغرافيا البشرية المتفرغ كلية الأداء بجامعة الأسكندرية بسم الله الرحمن الرحيم أود في البداية أن أعبر عن السعادات الشخصية لإعتبارات عديدة لعلى الاعتبار الأول لقائي مع أخي وحبيبي وصديقي صد دكتور أحمد زايد صد دكتور أحمد زايد بالنسبة لي يمثل نبوذك للأستاذ الجامعي المتميز الذي كرس علمه وجهده كله لخدمة مجتمعي بأدب راقن وبعلم متميز وبوفاء وإخلاص ووجوده في الإسكندرية يزيد الإسكندرية تقييمة عندما يكون مديرا لمكتبة الإسكندرية ذلك أن أشعر بسعادتي الغامرة اليوم لوجودي في هذا الملتقى مع زيادته في هذه القاعة أهلا بك دكتور أحمد يعني أهلا بسعادة حديثنا عن الإنسان والمكان عن مصر وبمناسبة الصور الصورة وثيقة والباحثون في الدراسات الاجتماعية بفرعها المختلفة يعتمدون عليها في إثبات حقيقة ما أو في دراسة ميدانية أو حتى في الرحلات التي نقوم بها لكي يتعرف الطلاب على بلدهم ولن يعرفوا بلدهم إلا من خلال خريطة وصورة ورؤية وهذا هو الضور الأساسي لهذا المعرض الذي صدره اليوم وهناك في الإسكندرية ما يعرف بأندية كاميرا أنعرف نادي الكاميرا ويوما ما طلبت من صاحبه أن يأتي إلينا في كلية الأدام بأكبر عدد من الصور المختلفة للأقاليم المختلفة في مصر لكي يعرضها للطلاب وحدث بالفعل هذا وكانت مناسبة رائعة أن يرى الطلاب بلدهم في صور جميلة على الأخص فيما يعرف بالمحميات الطبيعية دي نقطة مهمة جدا أننا كثيرا نعلم عن المحميات لكن لا نراها إلا ربما بصورة عرضية أما عن مصر الأرض والإنسان فالحديث فيها حديث طويه لأننا نتحدث عن مساحة مليون كليمتر مربع ونقول لأبنائنا الطلاب دائما أن مصر دولة قديمة أقدم دولة في العالم وأننا في الصين أحيانا كده موقف معامل في النقطة دي لكن هي أقدم دولة في العالم دولة كدولة ولكن حدودها السياسية أحدث حدود الحدود السياسية لمصر 1899 هي الحدود الجنوبية بيننا وبين السودان خط عرض 22 درجة شمال خط الستوى هذه الحدود الجنوبية 1899 من الوقت السياسية الفتسطفية والسابعة حدود مصر مع فلسطينة التاريخية من رفع شمالا إلى طابة جنوب الفتسطفية 25 حدودنا مع ليبيا مع خط طول 25 الشرق جرينش هذه الحدود البرية أما الحدود البحرية فيها محصورة في ما يرى باسم الحدود أو المياه الإقليمية حوالي 20 كيلو يعني هي 12 ميل بحري فإذا نظرنا إلى هذا كله حنجدوا أننا أمام مربح تقريبا تقريبا أضلاع يعني ولكنه كما أطلق عليه بعض الماحثين أرض المتناقضات أرض المتناقضات أول تناقض السحراء والنهر والمحر على الأخص عندما تقسم مصر إلى أقسامها الفيزيوغرافية أو التدريسية أو الطبيعية وتبدأ بالشرق مشيما جزي السيناء بالواحد وستين ألف كيلو متر مربع واحد وستين ألف كيلو متر مربع حوالي ستة واحد بالعشر في المية من مساحة مصر سيناء واحد وستين ألف كيلو متر مربع نعم هناك دول مساعتها لبنان عشر تلاف كيلو متر مربع فهذه مساحة دولة تقسم قسمين كبار قسم الشمالي سيناء الشمالية ومحافظة سيناء وهو خط متصل كده بين طابة شرقا وستويس غرب خط متصل زي ما حضرتكم شايفين كده وسيناء الجنوبي أعلى جبل موجود في مصر موجود في سيناء الجنوبي جبل سنة كاترين حوالي ألفين وستمميت متر في وسط البحر فشين في جزي السيناء لو عندما نذهب إليها يعني عندما نظرها سواء في الجزء الشمالي اللي هو مبتد من قناة السويس غربا والحدود مع فلسطين التاريخية شرقا والنطاق البحري المطل على البحر المتوسط شمالا هنجد أنا في منطقة يمكن أن تكون مركزا منطقة جاذبة للسكان بشكل كبير وده مضوع آخر أما في النطاق الجنوبي الذي يوجد فيه ما يعرف باسم صحراء التي أو نطاق الجنوبي أطلق عليه البعض ومنهم جمال حمدان قلب مصر المعدني حيث توجد المعدني الفريزية بكثرة عالية وحيث استروا البترولية الموجودة في خليج السويس بشكل واضح نتجه جنوبا نجد ما في تجه الجنوب المحمية المشهورة التي هي موجودة عند رأس محمد شبا جزيز السيناء لوحدها أقليم لكان يكون مستقل ونجحت مصر أخيرا في تقليل الغربة ما بين شبا جزيز السيناء وبين أرض بقيت أرض الوطن عندما انشئت الأنفاق الأنفاق الضخمة الحالية الموجودة ما بين الشمال والوسط والجنوبي الحد الغرب الشبا جزيز السيناء هو قناة السويس التي تمتد من السويس جنوبا إلى بورسايد حوالي مئة وتسعين كيلو وبحارة التبساح حيث توجد الإسماعيلية ثم البحارات المرة الكبرى والصغرى إلى أن ننتهي إلى السويس جنوب وكما يعلم أبناؤنا الطلاب المدن في منطقة قناة السويس حديثة الناشئة مرتبطة بقناة السويس منذ ذلك سمات بأسماعيل الحكام هذا ذلك بورسايد الإسماعيلية بورتوفيق بورفوات أسماء حكام في ذلك الوقت وولا مراسل ولا يستطيع أن هناك أي مشكلة في ذلك بل أن هناك قول مشهور يعني أن العمران الجديد في منطقة قناة السويس أدى إلى سحب عدد السكان وكثفته من لحياة الشرق ولي قضايا أخرى مرتبطة بالعمران الإقليم الثاني في مصري دايما بنقول عليه الإقليم الصحراء الشرقية أو الهضبة الشرقية كما ترون حضراتكم هذه الهضبة وقع بين البحر شرقا والنهر غربا البحر الأخبر شرقا والنهر نين غربا ولكن التدرق في المساحة أيضا من الجنوب مرتفع وبعدين يتجه ناحية الشمال في بل الخفاض الصحراء الشرقية فيها عدة مميزات الميزة الأولى أن المراكز العمرانية المطلة على البحر الأحمر فيها تكاد تكون امتداد تقريبا لمركز العمرانية مشابهة لها في ودي النيل من الشمال إلى الجنوب وهناك أودية نهرية هي أودية صحراوية مثلا من سماء أودية نهرية جاية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب في الصحراء الشرقية من الجنوب إلى الشمال من الجنوب أشهرها في الوادي اللي جاي من أراضي السودان في الجنوب بيصم في بحارة ناصر والعكس الاتجاهي من الشمال إلى الجنوب ودي قنة يبقى ودي العلاقي جنوما ودي قنة شمال هذه الأودية أفكر الحراراتكم بالذات لأبنائنا الطلاب أنا بقى أطلق عليها الأودية الثقافية الوادي الثقافي الوادي الجنوبي بتنتقل فيه جماعات بشرية اللي هي البشرية والعبابنا من جنوب من شمال شرق السودان إلى جنوب غرب مصر إلى جنوب شرق مصر عن طريق هذا الوادي ومتجه إلى أصوات للتجارة والمصاهرة وللاختار ونطاق القبل اللي هنا تقريبا يعني نطاق القبل كان له الدور الكبير في تخطيط الحدود السياسية في تخطيط الحدود السياسية على الأخص في المنطقة المشهورة بسم منطقة حليم وشلاتين اللي هو المثلث الجنوبي في الغرب قلب مصر الزراعي الوادي والدلت وادي الديل والدلت ومن الأمور الغريبة جدا في هذه النقطة أن سكان مصر بأكملهم باستثناء ممكن واحد في المئة يتركزونها في هذا القلب ودي النقطة الخطيرة دائما اللي بتكلم عنها سواء أساسة علم الاجتماع أو الجرافة البشرية أو الديموغرافيا أن سكان مصر يتركزون في نسبة ضائلة من المساحة تربو أو تصل إلى حوالي سبعة سبعة ونصف في المئة من المساحة وتصبح هذه هي المشكلة ولذلك هناك أمران مهمان ينبغي أن نلفت النظر إليهما من الآن وهي هل مشكلة السكان مصر في النموه السكاني أم في التركز السكاني في منطقة محددة الأمران يعني مرتبطان بعضهم البعض النموه السكاني وبدأ ينخفض واحد أربعة من عشر في المئة دلوقت يعني المئة وسبعة مليون نسمة واحد أربعة من عشر في المئة بيانمو سنويا إنما التركز السكاني زيادة الكثافة في نفس المكان التي جعلت بعض الكتاب يقولون ما كنت قلتيني بالأول كنت قلتيني بالأول كنت هندس الموضوع جعل بعض الكتاب يقولون إن مشكلة مصر هي في التزاهم السكان ذلك ما تبذله الدولة الآن من توسيع المعبور الجرافي في مصر سيؤدي إلى تقليل هذه الكثافة السكانية بعض الكتاب ذكر أن الكثافة السكانية في مصر تكاد تتشابه مع كثافات السكان في مرات الدول الصناعية كبرة زاد في ثمان غرب أغرب الصحراء الغربية تلتين بساحة مصر ومشهورة بأنها صحراء الواحات بدأ من الواحات البحرية في الشمال تلتين بساحة مصر ومشهورة بأنها صحراء خارجة علامة استفادة ولا إجابة ما لديش إجابة وهل هذه المياه إذا اعتمدنا عليها في الزراعة سنعتمد عليها مدة زمنية طويلة أم مدة زمنية قصيرة مرهونة بالكمية المياه هذه أما تزروا العلحات إذا كنا قد ذكرنا في البداية أن أرض المتناقضات أعلى الجبال الموجودة في الشرق فإن مقابض القطارة مساحته تصل إلى مساحة دل تنين حوالي 22000 كم مربع وتنخفض أرضه أو ينخفض سطحه إلى حوالي 132 متر تحت سطح البحر وهذا المخفض يعني الكلام كتير جدا عن استغلالي ولكن الخوف من هذا الاستغلال قد يؤثر على المياه الجوفية التي يعتمد عليها النطاق الشمالي كله في خلاصة القول يعني أنا كده منضبط أوه أستاذ أو الله خلاصة القول أن الأرض المصرية أو المكان والإنسان كان له دور كبير جدا في شخصية الإنسان المصري ارتبط هذا المكان بالموقع الجغرافي والموقع الجغرافي كما نقول لأبنائنا نعمة ونقبة في آن الوحد فهو نعمة في علاقتنا بالدول المجاورة شمالا في محر المتوسط كما ذكر طاعة حسين في مستخدم الآية مستخدم للتقافة في مصر وجنوبا مع منابع نهر النيل وشرقا مع جنوب غرف آسيا والتأثير العربي واللغة العربية وغاربا مع البلاد المغرب والأندلس هذا الموقع استراتيجي مهم جدا ولكن هذا الموقع عبر التاريخ كان دائما مثيرا لكثير من النفوذ الأجنبي الذي يأتي إليه الموقع الجغرافي في مصر طبعا كما هو معروف يعني أسهم بدورا كبير وارتقى روقيا عاليا عندما في حفرة أو تتحت قناة السويس الملاحة في ألف وتبدو مئة تير وتسعين وأنت طالع كده على صول يعني المهم في هذا كله تظهر تظهر مصر على خريطة العالم دولة محورية ودولة قائمة على قوية لكن آخر ملاحظة أن نهر النيل يتصب بوجود ما يورى مثل الجناد الجمع جندل وليس الشلالات جورافيا كلمة الشلال اللي هو الانحضار المفاجئ للمياه بنعالن إلى مخفض لازم موتر فول يعني لكن ده كتراكتة الكتراكتة هنا بتبدأ بأسوان بالكتراكتة بالجندل الأول وتنتهي عند الخرطوم الجندل السادس طيب ليه ما معهاش مع مجرى النهر لأن الاكتشف دي كان بدء من مصر وهو التنجح كده أول ما بدأ بدأ بأسوان وبعد الجهة نازل على وادي حلفة وبعد الجهة نازل لغاية مروي وجهة نازل لغاية ما وصل على الخرطوم عند منطقة هلاك مشهورة جدا يعني ودي تسمىها من الأول لغاية السادس تبدو مصر في النهاية دولة قوية ودولة دات موقع مهم جدا يستطيع أبناؤها أن يصلوا بها إلى أعلى مستوى إذا توفر لهم أمران الحزم والعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع محاضرة بعنوان الجغرافية الفلكية وسماء مصر يلقيها الدكتور عمر عبدالوهاب مصور فلكي وعالم فيزياء الفلكية ورئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود مساء الخير جميعا يعني هو شرف عظيم جدا أنه أتحدث عن عبقرية مصر وعبقرية المكان بعد أساتذتنا العظام دكتور أحمد ودكتور فاتحي مش حاجة كتير نقولها مصر بلد عظيمة جدا وليه الشرف والليه تجربة يعني صغيرة أن أنا مكثت في الصحرة ما يقارب من 13 سنة بوسق سماء مصر ليلا السماء بتاعت مصر زي ما حك قلت المكان عظيم ومصر في مكان مميز جدا جغرافيا ولكن أنا ببص من منظور مختلف أنه الرصد الفلكي والتصوير الفلكي من سماء مصر حاجة مبهرة جدا وتوج الحمد لله رب عمين أننا زي ما دكتور علاء قال القصة بتاعت الصورة هي أفضل متحدث أننا عملنا صورة بفضل الله اتخذت أفضل صورة فلكية في العالم بتقييم وكالة ناسا من سماء مصر بأيدن مصرية بمعدات كده على قدنا يعني بتنافس مش قدر أقول نها بتنافس العالم ولكنها في النهاية كانت تجربة عظيمة مش هتكلم كتير الصورة أصدق حديث فخليني أوريكم فيديو أنا عملته في خمس سنوات هنشوفهم في ثمان دقائق بالزبط وبعدين هاخدكم كده في جولة صغيرة جدا أو رحلة فلكية بسيطة جدا هوريلكم مجموعة من الصور اللي بتوثق وتوثق عظمة مصر وعظمة المكان وعظمة الإنسان المصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ده كان اكتشاف بكتيريا البكتيريا دي ندرة جدا وليها متواجدة في أماكن معينة في العالم وبالصدفة البحثة كنت قررت أن أنا أصور حركة الضراع مجرد ضرب التبانة في الصيف اللي فائد شهر تمانية وبعدين عدت في المكان ده تلت ليالي المكان ده أو الريان لور ليك البحيرة الريان السفلة في الفيوم وبعدين فأنا حطت الكاميرا بمحاذاة أو في اتجاه مجرد ضرب التبانة وبعدين اكتشفت أنه في حاجات بتنور على الشور أو على الساحل بتاع البحير في الأول اللي قلت غالبا دي إضاءة عربيات ورانا ومع أنه ورانا رملة ما فيهاش عربيات فأول ليلة ظهرت معايا وبعدين الليلة التانية بدت تظهر بكثافة شوية فكان فيه حد من الصيادين بيصطدوا بقوارب في الماء فسألته عندك فكرة إيه الأنوار دي قال لي ده خطبوط هو كان خطبوط في بحيرة الريان دي حاجة يعني غريبة شوية إلى أن صورت صورة وعملت الفيديو وبعدين عملت شاير للحاجات دي وكتشفت أنه فيه أسادزة في البيولوجي كالليموني أنه دي ظاهرة اسمها البيولومنانس دي بكتيريا والظاهرة دي ما رصدتش قبل كده في مصر وأنها تبقى موجودة في ميا ملحة وموجودة في بحيرة يعتبر صناعية دكتور صحاح لكلامي لو أنا أخطأت أنه بحيرة الريان العليا والسفلة دي بحيرات صناعية بتاعت صرف زراعي مزبوط فكانت ظاهرة غريبة مش عارفين السورس بتاعة البيولومنانس بكتيريا دي جاية منين بس فحابت عقب على الصورة دي تحديدا أو الجوزء دا من الفيديو تحديدا اشتركوا في القناة بخصوص الحديث عن أستاذنا الدكتور فاتح عن المحميات وأن الناس فعلا لازم تعرف المحميات عندنا محميات عظيمة جدا في مصر وكان لها الشرف أنه أما ابتديت القصة بتاعة توعية الناس بالرصد والتصوير الفلكي ابتدتها من زمان جدا وابتدتها تحديدا في واحدة من أعظم المحميات في مصر محمية ودي الحتان ودلوقتي الحمد لله يمكن وزارة البيئة السنة اللي فاتت كانت بتحتفل لأنهم باعوا مليون تيكت علشان الستار جيزنج وعلشان الناس بتروح ترصد وتشوف السماء بهذا المنظر وكان واحدة من المحميات العظيمة جدا من دكتور فاتح اللي أنا زورتها محمية جبل كامل ودي محمية نيزك معروفة جدا في العالم حد سمع عن محمية جبل كامل أحدث محمية على حد معلوماتي أعلنتها وزارة البيئة محمية جبل كامل موجودة على الحدود ما بين مصر وما بين ليبيا ودي محمية نيزك من حوالي أعتقد ألفين سنة الخبط المنطقة دي أو الكثبان الرملية في المنطقة دي نيزك جاي من الفضاء وتولد عنه ارتفاع في درجة الحرارة وصلت مليون درجة مئوية وبعدين سيح الرملة وعمل حاجة اسمها الجرين سيليكا والجرين سيليكا ده حجر أو حجر كريم معروف جدا وكنت اكشافت في رحلاتي للجلف الكبير أنه بتيجي من برى مصر بتاخد الجرين سيليكا والجرين سيليكا واحدة من الحلي أو الأحجار الكريمة اللي استخدمها كانت وتعنخمون في القلادة بتاعته اسمها الجرين سيليكا ممكن تبقوا تدوروا عليه المحمية العظيمة جدا اللي أنا صورت منها ورصدت فيها محمية الجلف الكبير ودي موجودة في أقصى الجنوب الغربي لمصر وأتمنى أنه هي تتفتح قريب يعني واحدة من عجائب الدنيا ويكأنك على سطح كوكب المريخ أنت مش موجود على كوكب الأرض ولا موجود في مصر السماء دايما بنقيس التلوث الضوئي اللي موجود في السماء عشان ترسط كويس أو التصور كويس فعندنا فاكتور كده اسمه بورتل بورتل ده بيبتدي من 1 لغاية 9 أغلب دول العالم في معادة صحراء تكامى وشيلي وأرجنتينا ومناطق أوليلة جدا في العالم نادرا لما بتجيب بورتل 1 الصحراء الغربية عندنا في مصر بتجيب بورتل 1 بطريقة بسيطة جدا لو رحت الدنيا مظلمة تقدر تصور وتقدر تعمل نتائج هيلة جدا خصوصا في الرصد والتصوير الفلكي ويمكن عندنا مقولة كده دايما وأنا طالع أصور بقول يا رب تبقى ليلة سودة ليلة سودة السماء مظلمة ليلة سودة ما فيهاش تلوص ضوئي ليلة سودة ما فيهاش سحب والحمد لله أغلب ليلة سهودة فبتطلع النتائج زي ما حضراتكم شايفين موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد من الأماكن الغريبة اللي زورتها اسمتها اسمها المنفردة اشتركوا في القناة ودي أكثر مكان مخيف روحته في الصحراء هنا وقع طيار ألماني في الحرب العالمية التانية ووثق حياته هو مات وقع بالطيارة بتاعته ووثق حياته بالحفر على الجبل ده الجبل ده اسمه المنفردة وكتب قصة حياته النواع ازاي ونفذ منه الوقود ازاي ونفذ منه الاكل وتوفى مازال موجود كهيكل عظمي او بقيا يعني موجودة والقصة اللي كتبها على الجبل حفرها قصة يعني مأساة فده من الأماكن السماء فيها عظيمة جدا لكنه أكثر مكان روحته رعبا حياء في الصحراء المصرية دكتور فاتح ما بين الفيوم وما بين الوحاة البحرية ده غروب الأمر وقابله فينس كوكب الزهرة بيغربوا على الأفق وزي ما انت شايفين ما فيش تلوث ضوئي على الأفق باستثناء العربيات اللي بتتحرك دخل الصحراء او خارجة من الصحراء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحركة الصحب القريبة من الارض ده بكل شورت فيديو من ده ليلة كاملة من التصوير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده استعداداتي لما بروح اصور بابعات في المكان الوحدي بهذه المعدات البسيطة يعني اشتركوا في القناة 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 وهم شغالين بجهزة حديثة جدا بمالينة الدولارات فتحدينا بعض دكتور علاء ان احنا انا حاول اصور زيكم دكتور فاتحي وهم قرروا فالحقيقة قررنا الصور الصور كانت نوعا ما الحمد لله كانت كويسة ورجعت الصحراء عادت خمس ليالي علشان التقط هذه الصورة انا اللي في الفورجراوند بالجلبية الصعيدي ومنظر الجزء من الملكي وي ارم ظاهر سبحان الله بهذا الشكل والسبب في هذه الالوان وهذه التفاصيل انه زي ما ربنا بيقول فلا اقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون لما تبص للسما بعينك المجردة انت ما بتشوفش كم هذه التفاصيل انما لما تقتل علم ان انت تقتيب عندك المعدات وعندك الفيلترز او الاسترانوميك الفيلترز علشان ترسيف الانترستيلر داست او هذه الغازات المتاينة في الكون فبتظهر هذه العظمة اخر صورة حابب اختم بيها دي صورة لسه طازة ما يعني ما انتو حضراتكم طبعا ليه الشرف انه انتو اول حتشوفها ما عرضتهاش قبل كده دكتور فتحي هذه العظمة توثق رسومات انسان ما قبل التاريخ لأول مرة في التاريخ المصري واعتقد لأول مرة في العالم انه حد يصور الروكس ارت او الرسومات انسان ما قبل التاريخ قبل الحضارة بكتير جدا ليه دي فندم الحمامات في جنوب غرب اتفو جنب منطقة الفواخير اه لا لا مش جنوب العلب والعجيب انه انه كمية صخور في هذه المنطقة عليها رسومات انسان ما قبل التاريخ وعليها كتابات هيروغلوفية هيروغلوفية وعليها كتابات عربية للناس اللي كانت بتمر في رحلات الحج اللي جاء من المغرب العربي واكتشفت بالصدفة برضو على حد معلوماتي انه الملك فاروق كان عدا من هذه المنطقة سنة الف تسعمية اتنين واربعين تقريبا في رحلة صيد وماضي وحافر على الصخر وكاتب فاروق الف تسعمية اتنين واربعين صورة دي لجزء من ضراع مجرد ضرب التبانة في الاتش الفا جاز والسالفر والاكسجين مع الروكس او الصخرة اللي عليها رسومات انسان ما قبل التاريخ انا شاكر فضلكم وليه الشرف ان انا باعيكم في اسكندرية وليه الشرف ان انا يعني اتحدث معكم شكرا جزيلا والان مع حملة شوفوها بعيوننا واللي يكلمنا عنها مؤسس الحملة صانع الافلام استاذ مؤمن الشناوي السلام عليكم معكم مؤمن الشناوي في الميكر ومؤسس كامبين اسمها شوفوها بعيوننا الحقيقة في البداية انا احب اثني على الاسبيتشيز اللي كانت قابليه سواء دكتور فاتحي او دكتور عم سبيتش عظيمة جدا يعني تقيلة الحقيقة حسنا ما جاي واتكلم في حاجة خفيفة جدا ويمكن ده يخليني اخد قرار ممكن يكون يزعل ناس موجودة منهم الناس المنظمة للتنظيم او للكمبين ديت دي المفترض انه دي اللي سبيتش بتاعتي يعني لا يعني مش مش عارف حسن بعد اللي تقال ده صعب صعب حطني في موقف ساي جدا يعني لا لا ما فيش لا حقك علينا ايه طيب خلينا نفكر كده بشكل يعني ارتجالي لو حضراتكم بصوتوا على مجموعة الورق اللي متقطع قدامكم دوت او دا كانت الاسبيتش كان فيها كلام وحكاية كامبين تحتشوفها بعيدنا حكاية مليانة تحديات مليانة عقبات بنوجهها بنوجهها واحنا بنصور التارجت بتاعها ايه احنا بنعمل ايه اصلا احنا ليه موجودين اصلا هنا علشان نحكي ايه طيب الكلام حلو بس في ورق مش منظم ورق شكل ومش مترتب ممكن الناس منكم يبصوا يقولوا ايه مكان الزبالة الموجودة في صرح عظيم زي دا لكن في ناس منكم تانية ممكن تبص عليها من زاوية تانية اتنا انت على يسوك اي وقت بي انت لها تانية لو حاجت بي نبص على ورقة من الورق دا ممكن تدي شكل ارت فن الموضوع كله معتمد على رؤيتك للبيئة اللي حواليك الورق دا شبيه للبيئة المحيطة بينا سواء في مصر او حتى برا مصر بننزل ساعات بنشوف حاجات سيئة جدا حوالينا لكن من وسط كل حاجات سيئة دي ممكن نطلع حاك ويسم وده راجع لمنظورك ذلك لما احنا جينا نسمي الكامبين ديت سميناها بيشوفوها بعيوننا احنا سمنا بقى من نمرة دي وتعنا نتكلم بقى على قصة شفور بعيون قصة شفور بعيوننا هي عبارة عن سلسلة فيديوهات احنا بنوثق فيها المحافظات مصر وثقافات تلك المحافظات وشعوبها لان زي ما انتم عارفين ان ثقافات كل محافظة مختلفة عن الثقافة التانية فمثلا لو اتكلمنا عن اهل السعيد مختلفين تماما عن الدلتا مختلفين تماما عن بتوع مطروح عرب مطروح بتوع عبار سعيد ناس كتيرة يعني من الصعب ان احنا نوثق مصر كلها في فيديو واحد فبالتالي قررنا ان احنا نبتدي نوثق كل محافظة في فيديو طيب انا هبدأ البرزنتيشن هتبقى وراي بتعرض الفيديوهات بس مغير صوت دارو حركة تتفرج عليها كاملة في المعرض بعد كده واي هكمل انا احنا بتدينا ازاي اول حاجة بتدينا فيها او اول فيديو بتديناه كان فيديو سكندريا اللي هو حاليا بتعرض وراي قصته زي اي حد فيلميكر حاب يعمل فيديو حلوي ويخش على اليوتيوب ينزل على مزيكة قوية جدا او مزيكة مشهورة ويبتدي يصور ويركب على المزيكة فيديو وده حقيقي اللي حصل اعملنا زي بوست على الفيسبوك هجمع احنا نصور سكندريا في الشتاء وعايزين مساعدات من الناس الخاصة بتصوير الحقيقة البوست ده جمع لنا 24 بني آدم في كنف كافية وابتدينا نصفيهم لحد ما كونا الفريق اللي عملنا بالفيديو ده اخذنا فيه صورنا فيه التفاصيل اللي موجودة مش بس في المباني لا الاكتيفيتز اللي احنا بنشوفها كاسكندرانية على سبيل المثال كل جمعة بنلاقي مجموعة نوتسيكلات مشيع الناس اللي بتجري على البحر الناس اللي بتلعب يوجا في اماكن كل ده توصق مش بس دول لا ده الاهالي والموجودين في كومة دكة بما انه احنا بنعتبرهم الناس الاصيلة اللي موجودة في اسكندرية وعملنا له فيديو وانتشر الفيديو ده ساعتها وصل لما يقرب نص مليون مشاهدة وده كان رقم كبير في سنة الفين وطمانتاشر الفين وطمانتاشر بعد ما الفيديو ده انتشر تم تكريمنا من كتاب اسكندرية هنا تم تكريمنا من محافظة محافظة الاسكندرية وتعمل فيه كذا ندوة والموضوع تفتح احنا انت هتوقفوا على هنا لا احنا عندنا امل ان احنا نكمل طب ايه الستاب اللي بعديها لا ماشا هو ده مش الفيديو كامل حضرتك انا اخذ منه اجزاء الفيديو اللي بعديها كان عن مدينة سيوة ونفس اللي حصل نزلنا مزيكة من عنت يالله شباب ننزلنا نصور ننزلنا نصورنا خد الفوتج اللي موجودة ركبها على المزيكة وهب اشتغل وطلعنا فيديو والحمد لله وكسر الدنيا فجيتنا بوينت بعد كده دايقتنا جدا كل فريق العمل الدايق ان احنا بدنا نتسرق الفوتج دي ابتدت تتاخد وتستغل في قنوات فضائية افتتاحات مطاعم افتتاحات كافيهات طب ايه ده طب احنا هنعمل ايه هنتصرف ازاي لحد ما وصلنا لان انا وروح توصقت الكمبين كلها بكل الفيديوهات بتاعها اه في التسجيل في وزارة الثقافة بس انا ساعتها اكتشفت ان احنا يعني واقعنا في غلط كبيرة وانا اصلا واخد مزيكة من غير في الفيديوهات اللي فاتت طب انا الراجل ده هيعمل ايه هو اي نعم الفيديوهات على السوشيال ميدا دوقتي هم مهرية اعلانات او الفايدة كلها بتروح لصاحب المزيكة بس ساعتها بتادينا نركز هو الفيديو ده عبارة عن ايه هل هي فوتش بس لا ده فيها الفوتش عشان تطلع لازم يبقى فيه اضاءة ولازم يبقى فيه منتاج حلو لازم يبقى فيه بعد كده تلوين بتادينا نتعلم بتادينا نجهز نفسنا وبعد كده اكتشفنا او مش اكتشفنا عرفنا القاعدة اللي بتقول اضاءة حلوة يعني صورة حلوة مزيكة حلوة يعني فيديو حلو ساون ديزاين حلو يعني مزيكة حلو يعني صورة يعني فيديو حلو وبالتالي ابتديت اكون فريق من الموسيقيين علشان يعملوا لكل فيديو موسيقى خاصة بيه ويه ساعتها بقى حاولت اتعرف على ناس كتيرة متخصصة في مجال التلحين والكتابة الكلمات والتوزيع والموسيقى وطلعنا بعد كده عملنا اكتر من فيديوهات بقية الفيديوهات اللي جاية اول فيديو حظى بموسيقى خاصة بيه كان فيديو القاهرة فيديو القاهرة اللي بيتعرض ورايه دلوقتي ده اخذ منا او يعني تعالوا نقول النوادر اللي حصلت فيه من اختلاف ثقافات الناس هناك رتمها سريع جدا للدرجة ان هم ما عندهمش استعداد يضيعوا وقتهم في ان انا اتصور او ان انا اقفلك ببوز معين او اخذك اخذ منك بوز معين او يعني اعمل لك تمثيل بشكل معين لا على خلاف مثلا بورسعيد اللي احنا قابلناه الناس كنا ماشين في الشارع بنصور في قهوة بلدي يقولنا استنى انا هقضوا احنا بنلعب طاوله مع بعض خدني كدر اه يعني رايقين جدا وناس هادية وده انعكس على الفيديو اللي طالع ففيديو قاهرة برتمه بسريع مزجته السريع مختلف تماما عن الفيديوهات اللي جات بعد كده بعد كده اتفاجينا بتليفون جايلنا من اليو ان طلب مننا الاشتراك في مؤتمرات شبابية علشان نعرض مصر في المؤتمرات دي المقابل ان هو يبقى الاسبونسور بتاعنا في فيديوهات عن برلين ولبنان بعد كده وبعد كده يعني دول تانية لكن جات الكورونا وقعدت الناس كلها في البيض كملنا رحت صورت لبنان وصورت برلين وكنت متخيل ان برلين ولبنان يعني زي الورق المترتب مش زي الورق المتنعكش اللي احنا عايشين فيه لكن اكتشفت ان هم شبهنا بالظبط كل حاجة فيه عيوب ممكن انت بماشي في شارع لبنان تلاقي فيه اكوام زبالة نور بيتقطع اسلك الكهرباء قريبا بالراسك لكن على النقيد او على الجانب الاخر هتلاقي جبال وانهار اكل جميل جدا في سيبك من ده كله الاهالي نفسها فضيع كفاية ان انت ماشي بصفور الاكسنت بتاعك المصري بيفتح لك كل المجالات هناك فعملنا فيديو للبنان وكملنا وبعد كده نزلنا كان عملنا بعديها فيديو عن بورسعيد زي ما قلت حرارك قبل كده الفيديو بورسعيد دي عشرة تبقى لطيفة فكان الروح بتاعتها انعكست على الفيديو بتاع بورسعيد تمام هنيجي الاخر ستيب وصلنا فيها شوفوها بعيوننا هي كانت مطروحة والحقيقة مطروحة بالنسبالي بلد حاسسها يعني ثقافتها بتروح منها لازم تتوسق لازم تتلحق السحل الشمالي احنا كل سنة بنقرب كل سنة بنقرب احنا سنتين كمان واشالله مطروحة نلاقيها تحولت الى سحل شريري لكن تعالي نسأل حد من المتواجدين لو سألت حضرتك كلمة مطروح اول ما تيجي في دماغ ساعتك ايه اللي هيجي في دماغات فيها بحر شط الغرام شط الغرام اسمعك لو مطروح جدت في دماغات ايه اللي ممكن يطلع منها مصيف اكزاك في حد جاف بقاله حاجة تانية طب احنا عارفيني مش اسألك حقيقة حقيقة هو فعلا احنا بالنسبة للكل مطروح بالنسبة لنا تعتبر مصيف نحن نجيب لبا بيض لعشان الحاجة ونجيب زيت زاتون وزيت وزيت زاتون مش عارف ايه مصيف مصيف حقيقي مصيف لكن حد فكر المنطقة دي هل عاملين ازاي ثقافتهم عاملة ازاي ايوة بيعيش حياتهم ازاي هل هم زي بدوسينة ولا ليهم ثقافة معينة ولا ليهم يعني طريق كلام بيعيشوا ازاي في الصحراء ديت هل بيعتمدوا على الجمال بس ولا في حيوانات تانية طب هل دي بيأثر ازاي ثقافتهم ولا فهذا كان التارجة من ان انا ادور على حد يكون عايش هناك ومن هناك علشان يقول لي انا عايز اصور ايه انا يا ابن الحلال عايز اصور حاجات غريبة متعلقة بالمحافظة دي اولاد علي اولاد علي هو الحقيقة انا يعني كنت محظوظ بصديق لي اسمه الحج احمد عرفة وتقريبا موجود معانا هنا جحمر عرفة شو الجو اخبارك شابو شخبار بوك شخبار العيلة شخبار عزوز شخبار وشون طب هنتم تخيلين احنا بنرمي تعويز لكن الحقيقة انا بسأله اخبار اهله ايه اخبار والدته ايه واخبار والده ايه واخبار مرطاته ايه والغريبة انه جاوب قال لي تمام رغم انه جاوز واحدة فاحنا محتاجين نعرف بقى قصة دي بعدين اعرفوا خلا فده يدل ان فيه ثقافات مختلفة ماينفعش مصر تتحط في فيديو واحد ده كان من وجهة مصر انا هوريكم دلوقتي فيديو مطروح هو ديئتين يا استاذ احمد الشراوي ده فيديو مطروح المزيكة بتاعته التنمين بالمناسبة زي ما قلنا المزيكة والكلمات والتلحين والغنى كله معمول للفيديو فحراتكم هتسمعوا قبل ما تتفرجوا على الفيديو هتحسوا بالتفاصيل وتشوفوا الكلمات نفسها ماشية مع المشاهد واتمنى ان شاء الله اني يعجبكم رعب الشمال أعاد المجدل العربي انا ربارقة الامل في حمالة الحاطر في عهدنا بات الصفق متحدا الحزم أفضل دور الشجب والخطر ففي الشمال أسسنا حضارتنا عن يوم بنياننا أصبح للعين مصور منه في أيدينا الغبار متحول النار وانطرت السماء العلم لا حلم وانطرت رعي طريق المطمئ بلا سمو رسالة على دنيا على عمل الرحل مرسل ما تثني عن الكتب يقول لمن سكن السرداء ويطرعش فكم تغنب ذاته محلم الطرابي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شهر سبتمبر اللي خات طلعنا الفيديو دوت فيه سكيجول متحدد على الأيام اللي جاية وفيه فيديو جاي متحضر له المزيجات بتاعته جاهزة بس منتظرين على التوقيت المناسب عشان هم نبتدي ننزل لننفذ التصوير أنا أسيب بعد إزنكم الكيو آر كود في آخر الفيديو بحيث لو حد حاب يتابع صفحة ويشوف باقي الفيديوات بتفسير لرغم أن هي تطيرت عندنا في طوال فترة من عرض متسجلة كوبيرايت اللي كان بيصور بالفيديو فين بالكاميرا شايفك الجانب تمام بالزبط حقيقة ما هو ده اللي أنا قلته أفن إحنا بنوثق قبل ما الناس قبل ما الجامعة وتيجي ونلاقي ناس بقى جاية يعني حريك عارف أن الناس اللي بتأجر الشريهات هناك في الصيف دول مش من أهل المطروح يعني إحنا بنقبلهم هناك وبيتكلموا باللغة دي مش لغتهم ولا من أهل المطروح نهاية الأول علشان دكتور رحمة الشعور وقفلي عندنا بس الكوت الأخيرة اللي احنا هنافل بيها لسبيتش احنا في ناس كتيرة هنا موجودة مصورين في قديهم كاميرا وهم ناس مخيرة وليسوا مصيرين في قديهم يصوروا من ورع داستهم الورق المكرمش الجانب المظلم الزوء الوحش أو يطلعوا منه حاجة كويسة ويزوغها حلو الاختيار لكل واحد شكرا ودلوقتي مع عرض بعنوان كنوز مصرية مدفونة سيقدمه المهندس ياسر الرسول وهو مصور ورحالة مصري ومؤسس صفحة المستكشف المصر شكرا مساء الخير والحقيقة انا مش عارف اقول ايه ايه بعد كل اللي تقال والقامات اللي تلعت انا مش لاقي كلام اقوله الحقيقة زي ما عمل بس ما عنديش ورقة قطعه زي شكرا 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 انا اخونا مؤمن قال بعيدا نارقاب يعني آآ من سنين الطويلة وانا بطلع استكشاف في الصحراء الغربية آآ اعتقد لو قلت لكم سي واه مسلا آآ يه؟ في statistics طلتماث شخص في القاعة المتين عارفين ؟ من خمسة وعشرين سنة نكنش هاد يعرف فيży من خمسة وعشرين سوا سانة مكنش هاد يعرف عين اللبخة من خمسة وعشرين سنة ما كانش حد يعرف مثلا أنا آسف يعني جبل موسى أو كاترين تجربتي أن أنا بسافر من زمان وبصور بطلع لوحدي بستكشف الأماكن دي الفكرة كلها في استكشاف كنوز الأماكن دي والأماكن الغريبة مش المحفوظة التجربة كلها أن أنا اللي طلعت بيها يعني بعد خمسة وعشرين سنة أن مصر مش الغرداء وشرم والقاهرة واسكندرية في أماكن كتير جدا جدا تستاهل أن الناس تروحها وتستكشفها وتستمتع بيها مصر بعد خمسة وعشرين سنة مصر مليانة كنوز في كل حاجة عندنا سياحة بيئية عندنا سياحة بحرية عندنا سياحة تسلق جبال عندنا محميات طبيعية عندنا تقريبا كل حاجة في مصر تجربة الشخصية اتكونت في الآخر أن أنا عملت صفحة اسمها المستكشف المصري وبدأنا نطلع زي جروبات استكشاف لأماكن محدش محدش يسمع عنه زي ما قلت كلنا نعرف سيوى كلنا نسمع عن القصير كانش حد زمان يسمع عن القصير المعلومات الأجيال الجديدة اللي طالع اللي عارفة سيوى وكاترين والبرولوس والأماكن دي نتيجة رحلات كتير ياسر عملها وناس كتير قوامات كتير عملوا حاجات من دي وبدأت السياحة الداخلية المصريين ما كانوش يسمع عنها ما كانوش يسمع عن سيوى كانوش يعرفوا الشخلوبة أو البرولوس معظم اللي قاعدين طبعا هيبقوا عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده النوابع دهب الأماكن دي بنطلع تجربة الشخصية بنطلع برحلات الصحرى الغربية هنشوف ايه في الصحرى الغربية مش عارف أنا بطلع بالعربية أو بطلع لوحدي أو بمواصلات أو 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 ونستكشف الأماكن دي ونقف في حتة حتة ندخلها نوصق الأماكن دي سواء سكانيا أو تراصيا أو ثقافيا أو 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 ونبتدي بعد كده ننزلها على النت وعلى الفيس ونعمل رحلات للأماكن دي نعرف المصريين بها حلايب وشلاتين كان واحد في القاعة راح حلايب وشلاتين أو سمع عنها مش كتير ولكن بدأنا نسمع نسمع عنها مؤخرا نتيجة الرحلات اللي بتتعمل وتعريف المصريين بإيه حلايب وشلاتين فيها إيه حلايب وشلاتين فيها إيه سيوى فيها إيه الوادي الجديد فيها إيه الدخلة أماكن كتير قوي الحمد لله بفضل الله بدأنا نحطها على خارطة السياحة الداخلية في مصر للأسف المصريين يعني المصريين في موضوع الثقافة والسياحة الداخلية مقصرين جدا جدا الأجانب يعرفوا مصر أكتر مننا بكتير من حوالي 15 من حوالي 19 سنة كان أول مرة أسمع عن الصحراء البيضاء النهاردة الناس بدأت أسمع عن الصحراء البيضاء من سنتين ثلاثة من 19 سنة أنا لما رحت الصحراء البيضاء من غير ما أكون عارفها من ضمن الترحال أن أنا خدت عربيتي مثلا وأعدت أسبوع بتنقل في الصحراء الغربية من الوحاة البحرية فالبويتي فالحيز لوحدي مع نفسي فالفرفرة فالدخلة فالخارجة فبريس واحد بريس كم واحد سمع أن مصري فيها واحد اسمها بريس معدودين اللي في القاعة واللي سمعوا عنها سمعوا عنها من كام سنة قريبة ما يسمعوش عنها من سنين ده ده تأثير جمد جدا من مش عاوز أقول من الحكومة أو من الإعلام بصفة عامة مصر فيها كنوس كتير جدا نحن نحاول نحطها على خريطة السياحة الداخلية ونعرف المصريين بها أماكن كتير بقى يعني أنا مش محتاج أننا يعني أقول أن معظم الأماكن اللي الناس عرفاها دلوقتي من عشرة من 2011 من قبل 2011 المصريين ما كانوش يسمعوا عنها السياحة الداخلية انتشرت في مصر من 2011 تقريبا بعد ما السياحة الخارجية وقفت معه صورة 25 ينايلي الدنيا تقفلت ما عادش في سياح سيوة ماتت البحر الأحمر مات وهكذا وبدأت السياحة الداخلية تنشط بدأ هم ينشطهم الناس أهل كاترين وأهل سيوة وأهل أماكن دي ينشطوا السياحة الداخلية عشان يشتغلهم ده مصدر رزقهم وبدأت السياحة الداخلية تنتشر في مصر دي خريطة مصر من ضمن الحاجات اللي عملناها مثلا في الاستكشاف كلمة استكشاف مش رحلات أنا مش بعمل رحلات مش قاعد مش راكب باص قاعدك في الكرسي قاعد في الكرسي جنبي الإزاز باصيس بتفرج على المناظر الجميلة وأنا معدي على شرم والغرداء وسفاجة لا خالص أنا بنزل عايش مع الناس دي بحتك مع الناس دي بابات معهم في بيتهم باعوا داكل أكلهم بسمع لغتهم كام واحد في القاعة يعرف أن مصر فيها خمس لغات بيتكلموا بيها خمس لغات غير العربية عندنا قبائل البشرية بتتكلم روتانا عندنا أمازيغ في سيوة بيتكلموا أمازيغي عندنا نبيين نوعين الكنوز والفاتيجة دول عندهم لغة ودول عندهم لغة الاحتكاك والتعرف على الثقافات المختلفة في مصر من الحاجات الاستكشافات هي الرحلات الغير مش عاوز أقول غير مرتبة ولكن هي أماكن بنشوفها لأول مرة كام واحد خد كروز من أسوان للأسر كتير قاعة فيها كتير طب شفت إيه شفت كذا وكذا وكذا ومعبد ايدفو ومعبد كومومبو وخمس ستة أماكن وخلاص هي كروز وقفتك في الخمس أماكن وخلاص أنا خدت مركب صغيرة طلعت من أسوان مركب صغيرة من موتور ومعايا مجموعة أصدقاء صغيرين ومركب صغيرة بدون حمامات بدون أي حاجة خالص وبدأنا نعمل جولة أسبوع بالمركب الصغيرة في النيل في نفس المساحة اللي هي أسوان لأسر ولكن بنقف في كل قرية وكل جزيرة نعب مع الناس ونأكل مع الناس ونشرب مع الناس ونوصق الأماكن دي كام واحد في القرية دي اللي انت روحتها كتير بالكروزات كتير منكم رحها شاف دير البويب دير البويب هي مدينة رومانية كبيرة جدا على النيل محفورة في جبل من الجبال اللي عندي إيدفو دي حاجة احنا شفناها في رحلاتنا الاستكشافية كام واحد في القاعة سمع عن هرم الكولة هرم كبير وظريف وعمري ما حد سمع عنه في الصعيد قرب إيدفو أماكن كتير جدا 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 دي بعض الأمثلة إن الأماكن دي إن مصر فيها حاجات كتير جدا جدا ما حدش يسمع عنها كام واحد سمع عن قلعة اللبخة طيب سمعنا كلنا عن مثلا عن ضرب الأربعين ضرب الأربعين طريق تجارة عالمي دولي واخد من وسط أفريقيا دول أفريقيا بيطلع القوافل الجمال بتطلع محملة ببضائع الأفريقية العاج والحاجات دي وبتطلع في تراك لغاية ما توصل مثلا لمصر وتبتدي من مصر تمشي في الصحراء الغربية في تراك لضرب الأربعين القوافل اللي قعدت مئات السنين تمشي فيه كانش فيه عربيات كانش فيه موتسيكلات كان كل الوسيلة الوحيدة المتاحة هي الجمال فضرب الأربعين من أول حكوب مصر الجنوبية مع السودان ماشي في الصحراء الغربية لغاية ما يوصل لغاية أسيوت الضرب ده مشيت عليه قوافل كتير ففيه أثار كتير وفيه قلاع على مدى هذا الطريق لحماية هذه القوافل طب ليه ما نطلعش رحلة استكشافية من أول ضرب الأربعين ونمشي زي ما القوافل كانت ماشية ونستكشف ونسجل ونصور القلاع ونقعب مع الناس أنا عدت مع واحد كان بيطلع من مئة سنة هو عنده النهاردة مئة وخمسة سنة كان بيطلع في القوافل دي وحكالي كانوا بيعملوا إيه وحكالي بيقولوا علوم البربر اللي كانوا بيهجموا على القوافل عشان يخدم منهم الحاجات دي استكشاف طريق ضرب الأربعين فيه طريق تاني على سبيب المثال عملنا رحلة استكشافية قريب جدا لطريق الحج القديم قوافل الحج كانت بيتيجي من موريتانيا الحج مرة واحدة في السنة ماذا كده ولا كم مرة مرة واحدة في السنة فهي قوافلة واحدة بتطلع من موريتانيا تعدي على المغرب تعدي على الجزائر وكله ينضم يعني بنطلع من موريتانيا قوافلة الموريتانيا تطلع بادري شوي عشان تلحق توصل على الحج على معاد الحج تعدي على المغرب تعدي تاخد القوافلة بتاعة المغرب تعدي على الجزائر تعدي على تونس كل الكوافل تتجمع 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 لغاية ما كل دول يدخلوا مصر ويبتدي طريق لكوافل الحج من مصر عبر سيناء من القاهرة عبر سيناء يعدي على بعرض سيناء لغاية ما يوصل الاراضي الحجزية وينزل على مكة والمدينة طب ضرب الحاج ده في ايه؟ في قلاع كتير موجودة لغاية النهاردة بحالة جيدة جدا زي قلعة عجرود صدر الحيطان نخل قلعة نخل كان واحد سمع عن القلاع دي القلاع دي موجودة النهاردة القلاع دي موجودة النهاردة وبنروح نظرها وفي تراك احنا عمل لها راحة استكشافية من كم شهر برضو خدناها قلعة 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 ومصورهم كلهم ومنزلين زي ربوكتاج عنهم ورسمين خرايط لطريق الحج وهكذا الفكرة كلها ان احنا بنستكشف الاماكن الغير معروفة في مصر اللي محدش سمع عنها اماكن كتير جدا غير اللي انا قلته ده حاجات كتير قوي قوي كام واحد مثلا سمع عن قصر ابريم عن جرف حسين كل دي اماكن اسرية وتراثية وفيها حاجات كتير قوي في مصر نفس المفهوم عملنا في بحيرة ناصر مثلا في كروزات بتطلع في بحيرة ناصر بتقف في ثلاث اماكن انا خدت مركب صغيرة وتمشي وعدنا اسبوع كامل مثلا ان في بحيرة ناصر الاماكن اللي محدش يعرف بحيرة ناصر على ضفاف هايمين وشمال خمستاشر معبد من المعابد اللي محدش سمع عليهم في مصر المعابد اللي تم انتشالها من الغرق في بحيرة ناصر كام واحد في القاعة سمع المعابد الدر عمدة السبوع المحرقة الدكة بنوت مش كتير الهدف كله من الصفحة عندي صفحة المستكشف المصري او المبادرة اللي احنا عملنا نحن نستكشف الاماكن دي كلها اواريكم حاجة بس بعد اذنكم بسرعة لو في وقت دي مجموعة صور سريعة كده للاماكن اللي في مصر بحيرة البورولوس قرية الشخلوبة سريعة كده دي بعض الحاجات اللي في مصر طبعا الرحلة كلها كان توصيق للاماكن دي وتصوير طبعا التوصيق يشمل للتصوير والصور على بتنزل على نت بنعرف الناس عن الاماكن دي كلنا رحنا اسوان طب كام واحد راح جزيرة عواض كام واحد راح كوبانية كام واحد راح جزيرة هيسة اللي بدأت دلوقتي بعض المصريين يعرفوها الاماكن دي كلها انا بروحها تقريبا من خمسة وعشرين سنة دي بحيرة المنزلة تمام الشخلوبة طبعا معظمنا سمع عن الشخلوبة انا بس بحاول ايه اجيب بعض الحاجات المميزة يعني مش عشان ما نجيبش كله دي واحد القصر في الدخلة لوحات الدخلة من الاماكن المميزة جدا 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 في مصر يعني هديكم مساء مثلا الوادي الجديد لو انا قلت للتلتمائة واحد اللي في القاعة احنا عاملين رحلة للوادي الجديد اعتقد الناس كتير هترد يعني هتعمل ايه في الوادي الجديد هتروح ايه ده صحرة ورمب وجمال اللي هي نفس فكرة الاجانب اللي واخدينها عن مصر انت لو سألت واحد جبت واحد الماني كده من من كرة المانية وقولت له احنا هنروح مصر يقول لك هتروح مصر تعمل ايه ده كلها ما فيهاش غير الهرم والجمال اعتقد دي الصورة المتاخدة عن مصر برا الهرم الاهرماء الاهرامات ابو الهول والجمال ما يتخيلش واحد اجنبي مثلا احنا عندنا هذي الحضارة وعندنا جامعات صدقني الاماكن دي كلها زي الوادي الجديد مثلا اللي محدش يعرفه فيها كم معابد الوحيدة اللي فيها معابد فرعونية رومانية فارسية فيها اثار وكرة اسلامية كاملة عثمانية بحالتها كاملة كام واحد راح سيوا في القاعة كتير شفتوا شالي شالي سيوا الاديمة عبارة عن مجموعة بيوت على جبل دي كانت شالي القديمة وحواليها صور بيحموا نفسهم فيها الوادي الجديد فيها مدنتين كاملين القصر وبلاط القصر قدي شالي مئة مئتين مرة انت مبهور بشالي طب روح الوادي الجديد زور قرية القصر الاسلامية روح زور مدينة ببلاط الاسلامية الوادي الجديد مليان قصار ومليان كنوز محدش يسمع عنها كام واحد سمع عن معبدوش الغويطة قصر الزيان قرية حسن فتح اللي هناك طبية الدرويش البجوات كام واحد في القاعة سمع عن أسمنت الخراب أسمنت الخراب واحد من أهم أنا بديكم مثال يعني بحاول أجيب بعض الأمثلة مش واحد أنا آسف هو مش واحد من أهم هو أهم أثر مسيحي على وجه الأرض مدينة كاملة مسيحية فيها أول أو أنا آسف عشان أكون دقيق تاني أهم وأقدم كنيسة على وجه الأرض كام واحد سمع عن الحيز كنيسة الحيز أقدم كنيسة مسيحية على وجه الأرض الأقباط لما هربوا من اضطهاد الرومان هربوا على الصحراء الغربية وبدأوا يستقروا في الصحراء الغربية مستخبيين وبدأوا يعملوا مجتمعاتهم الخاصة بيهم وبانوا كنيسة الحيز لما الرومان قربوا منهم هربوا ونزلوا على الوادي الجديد على قرب الدخلة قرب موت واحد موت وعملوا مدينة اسمها أسمنت لا ما أسمعاش طب ما كانش أسمها كده اسمها أسمنت الخراب استوطنوا في الحتة دي وعملوا مدينة مسيحية كاملة كنيسة بالبيوت بتاعتهم بكل حاجة القاعة أكيد فيها بعض أخواتنا المسيحيين بيفتخروا أوي مثلا بدير الأنبى هيدرا والأنبى بولا والأنبى أنتونيوس قلت لك ده من القرن الرابع الميلادي ربعمائة سنة بعد الميلادي أو تلتمائة سنة حاجة عطيقة قديمة جدا وكنز أسري طبعا مما لا شك فيه ولكن أسمنت الخراب دي مثلا مدينة من القرن الأول الميلادي ده أول أثر مسيحي على وجه الأرض أول مدينة وأول كنيسة كام واحد سمع عنها كام واحد راح شافها المبادرة بتاعتنا هي استكشاف الأماكن دي وأننا نعرف الناس بها سواء على الصفحة عندنا أو عن طريق رحلات تنظيمية بنعملها للأماكن دي يتفرجوا عليها رحلة للوادي الجديد بناخد كل الأثار اللي موجودة في الوادي الجديد اللي ما حدش يعرفه برضو مش رحلة تنظيمية من الحاجات المحفوظة هنروح كذا وهنروح كذا وهنروح كذا الحاجات اللي هي معروفة قوي الوادي الجديد مليان حاجات دي على سبيل المثال دي طبية الدرويش طبية عثمانية بقالها مئات السنين في واحد باريس اللي ما حدش يسمع عنها اسمها الحقيقي بيريز ده كان قائد فارسي قديم والاسم تحرف دي طبية كانت بتحمي واحد باريس من غزو البربر اللي كانوا بيجوا من السودان ويهجموا مقوافل الجمال اللي محملة بالبضائع سواء من مصر الأفريقيا أو من أفريقيا المصر نعم حاضر اللي كاننا منها كذا مرة بس أنا حاولت ألخص شوية الموضوع مصر أكبر كتير جدا يا جماعة من شرم والغرداء أو اسكندرية أنا أسف والقاهرة أكبر كتير من لؤثر وأصوان أكتر كتير من مطروح يعني يعني في أماكن كتير جدا جدا تستاهل الاستكشاف والزيارة تقدروا تستكشفوها لوحدك وزي ما لا كنت بعمل الموضوع مش محتاج فلوس خالص مش فضى ولا فلوس أنا مهندس عندي شغلي يعني مش فاضي قوي ولكن بستغل الوقت أن أنا أطلع أشوف الأماكن دي ولا فنادق خمس نجوم ولا مصاريف عالية ولا أي حاجة أنت ممكن تطلع بمبلغ صغر جدا تلف في سينة كلها تلف في الساحل الشمالي كله تاخد طريق الحج كله وهكذا آسف لأنني طولت عليكم أتمنى أن أكون يعني شكرا شكرا بشمونت سياسر والآن وكلمة الختام مع الأستاذ حسن أدري رئيس واحدة خدمات الخرايط بمكتبة الأسكندرية مساء الخير بالمشاركات القيمة والثارية حوالين مصر والتنوع الثقافي والطبيعي والبشري اللي فيها بشكر صديقي أستاذ علاء الباشا ونادي عدسة على مشاركتهم معنا هذه الفعلية بشكر أستاذي العزيز اللي تعلمت منه دايما دكتور أستاذ الدكتور فتحي أبو عينة بشكر دكتور عمر بشكر ياسر بشكر مؤمن على هذه المدخلات القيمة أحب بس أنوه أن الفعلية مش بس النهاردة إحنا حنفتتح المعرض كمان شوية معرض تصوير فتورافي مشارك فيه أكتر من 83 فنان وفنانة داخل المعرض حيكون إن شاء الله بكرة يوم 23 و24 مجموعة من التوكس اللي بتتكلم عن التصوير الفوتوغرافي سواء كان بقى التجريب الحياة اليومية التصوير الأبيض وأسود فننتظر أجندة الفعليات ممكن تلاقوها على صفحة مكتبة أسكندرية تقدروا تتابعوها وحنختم الفعليات بتاعتنا بمناقشة لكتاب شخصية مصر الدكتور جمال حمدان اللي هيكون يوم الحد الجاي في قاعة المعارض الشرقية المحاضرات هتكون إن شاء الله من الساعة أربعة لغاية الساعة ستة المعرض مفتوح كل يوم من عشرة من عشرة لسبعة معايدة المكتبة معادة طبعا الأجازات زي يوم الخميس الجاي والسبت من عشرة لاتنين بس منقشة الكتاب يوم الحد الجاي هتكون إن شاء الله الساعة خمسة مساء منتظر حضركم وفي النهاية بحب أشكر قسم الفعليات اللي هو شاركنا الفعليات وكمان أحب أشياء طبعا أن أنا أوجه الشكر الجزيل لإدارة الأمن وأدارة المعارض اللي تعبت معانا في تنسيق المشاركات اللي موجودة في المعرض وكمان تحكيم الكول اللي بتاعت الاشتراك في المعرض وصديق الأستاذة شروق طلعت وأستاذ محمود هجرس وفي النهاية طبعا أحب أشكر تيم مكتبة الخرايط اللي كان لولا جهوده وفعلا وعملوا الدقوب ما كانش طرعت الفعليات دي بالشكل ده أحب أشكرهم واجرهم كل زملائي هذه التحية والآن حنكرم المتحدثين وبعد تكريم خمس دقائق بالزبط وحنتقبل كلنا قدام قاعة الشرقية عشان نفتتح المعرض شكرينيكم والآن أستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة أستاذ الجغرافية البشرية المتفرغ بكلية الأداة بجامعة الأسكندرية فضل نحن نشكر الدكتور جدا ونحن ناسفين على دي الوقت شكرين والله شكرين والله عندما شاهدته الآن وما ذكره السادة الزملاء المصورين والعظماء أن مصر غنية بترى فيها ولكن المصريين لا يعرفون ذلك يعرفون بعض الأمور التي يعني الإعلام بيركز عليها التليفزيون بيركز عليها إلا التمثليات لكن ما شاهدته الآن جعلاني أقترح اقتراع على حضراتكم أنا في حاجة إلى بيئة صورة لأماكن لا نعرفه عن مصر وأنا جاهز أن أطلحها في كتاب خاص يحمله أسماء المصورين حقيقة بجد وشكرا لكم بشكركم في نهاية اليوم وأرجو أن ما كنتش ديفتي إيل عليكم النهاردة وبعتذر لكل الاسبيكرز خاصة أنه أستاذ مؤمن والأستاذ الدكتور دكتور فاتح يخفر لي الخمس دايق ننوه بس أن المعرض سيكون جاهزين دلوقتي للأبنينج خلال ثلاث دايق في القاعة الشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر